لايك وشير وصلي على الزين ودعي لنفسك والوالدين والغير وانا بكلمك على صفاقات الزمالك قبل ما خدش في النادي الان خد الحتة دي خد الحتة دي انت حبيبي من قام الجيز مش اقولك على اي حاج انا قلتلك عبدالله السعيد وان هما بلمونه الفلوس نهاب جلال انها كل الاتفاقات مع المسؤولين في نادي بيرامينز لتدريب النادي ولم يعلن حتى الان نادي بيرامينز هذه الاخبار ولكنه وجهها الشكر لتكيس جنياس قبل قليل زهر اليوم تكيس جنياس وجهه له الشكر زهر اليوم للرحيل عن نادي الزمال هاجي اقولك بقى ايه اللي حصل اتفقوا مع اهاب جلال اول شرط الاهاب جلال واول ازمة كبيرة بينه وبين المسؤولين في نادي بيرامينز في المفاوضات السابقة قبل اسبوعين او ثلاثة واختلفوا عليها مين يبيعه ومين يشتري فهو رجع دلوقتي اقول له ده الناس موجود طب مين اللي ماشي قال لهم 13 لعيب قال لهم اشوف 13 لعيب وارد اقول لحد فيهم اعود في لعيبة مشيت يا كابتن قال لهم اللي مشي مشي طب في صفقة مبادلة يا كابتن مع نادي الزمال قال لهم فيش حاجة اسمها صفقة مبادلة طب عبدالله السعيد قال لهم ماشي عبدالله السعيد نجم كبير ولازم نحترم رغبته لو مش عاوز الاهلي لو مش عاوز الزمالك وعاوز يروح ليه اللحظة يا جماعة وعاوز يروح لنادي الزمالك ما عندش مشكلة ما عندش مشكلة خالص لكن عادة هذا لأ قال لهم نبيل عماد دونجا هيروح ويجي لها جاعة ما هتفتوح اللهم مش عاوز بديك معلومات قبل ما اهاب جلال يطلع ويتكلم وقبل ما برمت زيعل انتعاقدوا مع اهاب جلال اهاب جلال يفسد صفقة المبادلة معنات الزمالك قال لهم نبيل عماد دونجا ممنوع من الرحيل نبيل عماد دونجا ممنوع من الرحيل عاوز ما يمشيس طب احمد ايمان منصور قال لهم ما يمشيس طب عبدالله السعيد قال لهم لو عاوز يمشي يمشي ده نجم كبير ونازم نحترم رغبته فهنا بوص كل اوراق كوتشينا كابتن اهاب جلال في لعيبة تانية 13 لعيب ماشيين من بيرامدز فيهم اللي مشي زي مين اللي مشي محمد فاروق وطرق طاها الباكليفت طرق طاها محمد فاروق الجناع الهاب اللي كان في المقاولين وفي الاهل وفي بيرامدز ماشي راح نادي في يوتشا راح طرق طاها الباكليفت ومش احمد الشيخ وامري ماري راحوا النادي لمصر ومحمود حمادة اللي كانوا لسه جابينه من الانتاج ودفعين في راقم 25 مليون ماشي راح نادي فاروق وبرام حسن اللي كان جاب من الزمالك وعليه مشكلة كبيرة ونادي الجمل المستقبل عاوز فلوس مش او معروض للمشايا احمد حمودة حمودي كان لسه موجود مش بس لسه من عفش راح فين رجب بكار الظاهير الايمن الرائع المبدع اللي تقلق مع سيراميكا جلوباترا في الموسم الماضي هيمش حمد فتحي لعب وسط الملعب اللي كان جاي من الاسماعيل قالك برضو مش حاوزينه جون انطوي اللي لعب للاسماعيلي والاهلي وفي السعودية قالك يمش عبدو لومالة يمش كريستيان بنافينت يمش ويلفارد كانون يمش 13 لعب 13 لعب من نادي بيرامدز مش وعرأي اللي كاتبه صديقنا وليد الحسين صفقات يعني تسير الريبة 13 لعب الأربع أجانب بتجيبهم عشان يتمشيهم يا راجل امال فيل خبرتك بقى وعينك بقى ده انت راجل وكيل لعبين وصمصار لعبين ممضوع ايه يعني انت صمصار لعبين مميز مواسك مدير تنفيذ الأربع لعب الأجانب ييجوا ويمشوا كده كل سنة ولا كل ستة شهور ماينفعش ماينفعش الخلاصة النكابت النقهاب جلال قبل ما يتم الإعلان عن عن تعيونه هو بقول لك ولي يمسك بيرامدز ورفض اي كلام في اي صفقة تمشي وافسد صفقة المبادلة بين الزمالك وبيرامدز ورفض تماما 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 انه ان اي حد يمشي عبدالله السعيد بس اللي احترم تاريخه تلاتة تشيلس تلاتة ماشا عم تشيلس جزبان أسطن فيلا لوكاكو جابت تاني الله عليك يا لوكاكو لوكاكو ابننا ما شاء الله عليه فقال لهم مفيش حد يمشي خالص 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 فهنا صفقة المبادلة بين نادي الزمالك ونادي بيرامدز توقفت لكن مسموح باتنام صفقة ابراهيم صفقة عبدالله السعيد مع نادي الزمالك مقابل مبلغ 15 مليون جنيه وعد المسؤولين في نادي الزمالك بيجا تجمعهم وانهاء الصفقة استاذ يوسري لحظة يا جماعة استاذ يوسري العليقي أبو أحمد ألف شكر بعت ميت نجم الراجل دعماً لإهاب جلال دعماً للأهلي ماشي بالمناسبة إهاب جلال معه جهازه اللي ماشي به دايماً كابتن حمد إبراهيم مدرب عام كابتن أحمد حسان ميدو اللي كان في المقصة مساعد كابتن مصطفى كمان مدرب لحراس المرمى وعالي طاقة محلل أداء وما استمرش من جهاز تاكيس زنياس إلا عمره مختار كمدرب يعني مدرب مساعد مع كابتن إهاب جلال لكن كنا هنا نقول أن إهاب جلال يفسد يفسد صفقة المبادلة مع الزمالك أيوا يا سيد أيوا يا سيد يفسد صفقة المبادلة مع الزمالك قال له ما فيش حاجة اسمها مبادلة لكن عبدالله السعيد يغدوه لكن نبيل عماد دونج لن يرحل هنا إدارة الزمالك تبطأت في إنهاء صفقة نبيل عماد دونج اللي مضى لنادي الزمالك بتاع 9000 مرة مضى كتير جداً للزمالك لكن الزمالك لا ينهي الصفقة فبالتالي إهاب جلال أفسد صفقة المبادلة مع نادي الزمالك